فاض ذكر الله أكبر فانتشى قلبي وكبر سابحا في ظل مولاه يسبحه ويشكر من رحيق العلم والإيمان يهتدي الحيران للفرقى كي يعيش العمر باطمئنان بين هدي نبيه والقرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم من رحيق الإيمان الذي يأتيكم كل يوم عداء الجمعة والسبب من الساعة الخامسة حتى السادسة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة ورحبوا بكافة المستمعين بمختلف ألوانهم وأطيافهم وأجناسهم ورحب بكافة من يستمع إليه ورحب بكم على مائدة وعلى طاولة برنامج الأسرة من رحيق الإيمان أهلا وسهلا بالجميع اليوم حلقة اليوم شوية شائكة لكن عقلانية سأكون معكم صريحا لأبعد أفق لن تجدوا أصدق من كلام اليوم على الساحة التي نحن نحيا بها بما أننا نحن في العشر الأواخر من رمضان ونقترب إلى الله عز وجل والقلوب تأوب وتتوب وتقبل لله ما بين صيام وقيام فالإنسان دائما يحتاج أن يعد برمجة نفسه بفكره مع غيره مع الناس مع ربه مع كتاب ربه قراءة وتدبر هو رمضان إعادة برمجة لكن نحن الآن في عصرنا الساحة دعوية وساحة الدعوة أو خطاب الدعوة ينقسم لقسمين أو قول ثلاثة ساحة الدعوة يعني ما بين منابر الجمعة شاشات التلفاز الجامعة حلقات العلم تنقسم هذه إلى الثلاث إما تكون وعظية وعظية تعظ الناس وإما أن تكون علمية تعريم وتدريب يعني علمية علمية ما بين حلال وحرام وعظية علمية وإما أن تكون تربوية تربوية هذا الخطاب الديني في الساحة لا يوجد قسم رابع اسمع الحلقة وانتبه وامشي معي خطوة خطوة برنامج من رحيق الإيمان قلتها وألف مرة لا يستهدف العقول للمبرمجة ولا يستهدف العقول للملوثة بالتطرف بالتشدد يستهدف جيل لم يأتي بعد وجيل ينشأ مازال ينشأ أو جيل نفض عن نفسه غبار الصحوة والتطرف والتشدد فمجال الدعوة في الدين ينقسم لتلك ثلاث أقسام وعظية تربوية علمية يعني لما برنامج الإفتاء برنامج الإفتاء يكون أقرب للعلم للعلم حلال حرام برنامج السيرة النبوية أقرب يكون للتربية برامج مثلا عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الوعظ عن الموت وكذا والعذاب والبلاء أقرب ما يكون للوعظ هذا وحيانا برنامج واحد يجمع الثلاث يكون علمي تربوي وعظي برنامج واحد يجمع الثلاث أين الخطاب الديني اليوم في الساحة؟ وينه؟ وين الخطاب الديني الآن؟ أنا أتسأل أين الخطاب الديني؟ الخطاب الديني الآن في الساحة يأتي شاشة التلفاز في كل منزل صح؟ هي منبر الجمعة نحن في كل جمعة؟ نعم نعم أو دروس في الجامعات؟ ما يعني وعظية تربوية علمية؟ نعم يعني أنا مثلا لما آتي لخطبة الجمعة أقول لخطيب الجمعة إذا كانت خطبتك لو جالس لص 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 يعني مثلا لص أنا أخطب جمعة وأمامي لص إذا خطبتي لم تمنع اللص عن السرقة فأين دورها؟ إذا خطبتي أنا لم تمنع رجل منع إخوته البنات عن الإرث وأخذ المال في الورثة فما فائدة الخطبة؟ إذا خطبتي أنا لم ترجع قاطع الرحم لصلة الرحم فأين فائدة الخطبة؟ إذا نحن الفائدة المثال ليس فقط الخطاب الديني مجرد أن أتكلم الأصل في الخطاب الديني أن يأتي لي ثلاث أمور إما أن يزدني خطوة لله اسمع هذا الكلام لن تسمعه من أحد فاسمع خطاب الديني يجب أن يأتي بثلاث إما أن يزدني خطوة لله وعظ وإما أن يزدني خطوة تجاه المجتمع تربية خطاب التربوي وإما أن يزدني خطوة للعلم خطاب العلمي اليقين فأين الخطاب الديني الآن في هذه الساحة؟ لماذا أغلب خطاباتنا الدينية في الساحة فقط فتوى؟ ليه؟ فتوى فتوى برامج فتوى برامج فتوى أسأل أي إنسان الآن وش حكم البخور؟ يفطر صايم ولا ما يفطر؟ وش حكم قطرة العين؟ مع جنل السنان لماذا دائما برامجنا الدينية أخذت طابع الشباب فتوى بتعد الشباب عن التربية والوعظ واتجه للفتوى فقط لماذا؟ لماذا نفتقر في خطابنا الديني للوعظ والعلم وترك الموروث الدين الخاطئ ونقط بتجرد أن أقول أحب العالم لكن هذا أخطأ أحب العالم فلان وأخطأ بفتوة هذه أخطأ نحن لا إلى الآن لم نصل إلى هذه المرحلة نحن الآن قريش أوجدت 360 صنم حول الكعبة نحن الآن في عصر النبي في بعد الإسلام وفي الألفية هذه وفي 2019 عندنا أكثر من 30 ألف صنم أكثر من 30 ألف صنم نتقرب إلى الله بعدم المساس بهم وأن كلامهم معصوم ولا يخطئ فأين خطاب الدين؟ هل تعلم ما السبب في هذا؟ أننا رأينا الدين فقط فتوة ورأينا أن الدين محصور بثلاث أربع رجال خمس رجال ست رجال سأسأل سؤال كم عالم من القرن السابع إلى الآن؟ لن أقول لك من القرن الثاني ولا الثالث ولا الرابع لا 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 إنسى أقول لك من القرن السابع من القرن السابع 700 هجري إلى الآن كم عالم؟ كم عالم؟ السؤال لك كم اسم عالم أنت تأخذ الدين من؟ شفت أنت حصرت دين محمد صلى الله عليه وسلم برجال واسقطت متى سنصل لمرحلة تجرد؟ أننا حينما نتكلم عن مسألة فقهية أتقبلها وأخذ بها وإن أخطأ الرجل لا أخذ بها هذا لا ينقص من ديني بمعنى أنا أحب الإمام أحمد أنا شخصيا أحب الإمام أحمد الآن تكلم بتجرد بالناحية شخصية لا دينية لو سألتني من أقرب إلى قلبك؟ الإمام أحمد أم الشافعي؟ أنا لو سألتني الآن من أقرب إلى قلبك؟ الإمام أحمد أم الشافعي؟ أقول لا أحمد الإمام أحمد أقرب إلى قلب من الشافعي شوف تصور لكن لو سألتني مسألة مسألة مثلا عن حكم زيارة المرأة للقبور أحمد يقول لا من الحرام الشافعي يقول نعم أقول أحمد أخطأ بشر والشافعي أصاب لو سألتني مثلا حكم العادة السرية الشافعي يقول حرام الإمام أحمد في إحدى روايتي يقول عادي ما فيها شيء فضلا من فضلات الجسد أقول الشافعي أصاب أحمد أخطأ متى سنصل لهذه المرحلة لماذا الناس تنظر أن نقضي الفتوى كره للمفتي هذه علتنا ترى ما الذي يوجد التعصب لماذا وصل في دمشق وجود أربع محارب الشافعي ومالك لماذا الشافعية كان أتباع الإمام الشافعي لما ظهر الإمام الشافعي لم يتعصب لرأيه ولا أحمد ولا أبو حنيفة ولا مالك كان يقول إذا رأيتم قول يخالف الحديث فاضربوه بعرض الحاق ما تعصبوا لكن جاء أقوى من بعدهم تعصبوا حتى وصل الأمر أربع محارب يعني بمعنى الشافعي له محراب المالكي محراب حنابلة مالكية وصل الأمر هل يجوز زواج المالكية امرأة مالكية من رجل شافعي أقسم بالله ما السبب هل الشافعي وحمد يرضى هذا لا يرضى هذا لا يرضى هذا أبدا لكن ما السبب الناس العامة الناس التعصب حصر الدين بالرجال يعني أنا لو سألتني الآن من أحب الناس لقلبك من العلماء المعاصرين سؤال من أحب الناس لقلبك من العلماء المعاصرين أقول لك الألباني أحبه عند فكر يعني وعالم حديث لكنه أخطأ أخطأ رحمه الله أخطأ في مسألة حديث الإرضاع الكبير وقال أن الإرضاع لم يكن بإناء وإنما أرضع مباشرة من الفم للثدي وأن الثدي لا يثير الشهوة أخطأ أخطأ مصيبة هذه هذه أخطأ أنا كتخصص أكاديمي الألباني قال مصيبة أخطأ رحمه الله أخطأ كارثة ولم يتراجع وليقول لك الألباني أن تراجع عن هذا القول قل له كذاب أعطنا دليل ما تراجع لكن أقول أخطأ الألباني وإمام رغم أنف من أبا وشاء إمام عالم ما أحد ينكر إمام محدث متى تصلص لهذه المرحلة متى لماذا نحن دائما نستعدي المخالف بالفقه وبآراء الرجال تأتي مثلا آتي لك بقول ابن باس تأتي لي بقول ابن عثمين أقول هذا قول ألباني تأتي لي بقول الشعراوي أقول قال الإمام محمد تقول قال مالك أصبح صراعنا ليس دين صراعنا صراع رجال ما السبب في هذا الخطاب الديني صناعة آلهة أنا متأكد الألباني لا يرضى بتقديسه ولا أحد من الأئمة نحن من نقدس هم لا يرضون بالعكس كثير من الفتاوى تراجعوا بها لكن ما السبب نحن خطابنا الديني دائما كل برامج التلفزيون فتوى 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 نريد برامج تنقض نقد فيها نقد إعمالي العقول أنا سألني شاب جلست مع الشاب اسمع سأعرض عليك بعض الأسئلة لأريك كيف نحن حينما نجلس مع الطلبة نعاني الجيل هذا صعب ناس تفكر في فتوى أرضاع الكبير والدافع عن كذا والتاتفاء وناس انظر إلينا أفكارها أجلس مع الشباب شباب جلست مع الشاب يقول لي لماذا لم ينزل الله عز وجل الملائكة يعلمون الدين قلت لأن الله عز وجل لو أنزل ملائكة لبس مثلنا وأكل مثل فيصبح بشر قال يعني ما الفائدة قلت له شاب شاب قلت له قلت له لأن البشر يعلمون كيف نتوضع كيف الخلاء كيف حتى أدى بالجماع لكن لو ما لك ما يستطيع تعليمنا هذه الأمور شاب قال لي بس ألك سؤال قلت له تفضل من الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور قلت له جبريل قال إذن عدنا إلى حلقة مفقودة ندور هذا تفكير شباب اليوم كيف نرد عليه لماذا لأنهم أخذوا الشباب أن ما يقوله الداعية بمنزلة القرآن و أنا هذا لا أريد حتى لأي مخلوق لا تأخذ كل ما نقوله كدعاء كشرعيين بمنزلة القرآن أنا عندي فتاوى الآن أفتي بها لمن حولي في دولة الإمارات تختلف لو ذهبت إلى دولة أخرى تختلف تختلف لو ذهبت إلى دولة أخرى موروث عدات تقاليد مجتمع تربى إلا نايفة نحن علتنا أننا نريد خطاب دينية تجنى نحو جهة معينة ألا وهي الفتوى يعني افتي هذا الذي نراه دينه هذا خطأ التنطاوي ما رأيكم به أعظم مربي شهدته الأمة رحمة الله عليه أعظم مربي شهدته الأمة ما هل له هل أفتاء نادرا من أن تجده يفتي أو له برامج إفتاء دائما ما بين مقالات تأديب يقربنا إلى الله أنا لم أقرأ مقالات التنطاوي تقربني لله تقربني للتعامل مع الناس وكذا تربوي وعظى ونادرا ما يفتي الشعراوي رحمه الله ما الشعراوي كان يفسر القرآن نادرا ما يفتي أصلا حتى الفتوى التي الشعراوي قال نادر يعني بالكذا أن تجمع كتاب كله تفسير قرآن لكنه مربي ومعلم نحن ونحن للأسف في دولنا العربية ننظر أن الدين أو العالم هو الذي يفتي أن البرامج الدينية لابد لها من إفداء حلال حرام متى سنستيقظ أنا أحزن جدا لما أخرج في برنامجي هذا من ست سنوات أنا في الإعلام منذ خمسة عشر سنة أحزن لما تتكرر أسئلة رمضان حكم إبرة الإنسولين حكم قطرة العين أحزن نحن أم نفس الأسئلة أتمنى لو كان سؤالا علميا يتكلم يجعلني أفكر يجعلني أفكر سألني مرة شاب قال لي الله عز وجل قال عن إبراهيم أرني كيف تحيي الموت قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي أنا أولى بإبراهيم عليه السلام من الإطمئنان والله العظيم شاب قال أنا أولى بإبراهيم عليه السلام من الإطمئنان إبراهيم عليه السلام قذفه قومه في النار ونجاه الله رأى معجزة أنا لم أرى إلى الآن معجزة من أولى أنا أم إبراهيم عليه السلام وهو نبي وأبو الأنبياء وطلب من ربه برهان ليطمئن قلبي ليس شكا لكن ما معنى الإطمئنان أنا أريد أن أطمئن من أولى أليس أنا أولى عند الله من الإطمئنان لماذا لله عز وجل يطمئن قلبي شاب تفضل ورده رده وتأتوني للصراع ويأتي أحدهم للصراع البخور يفطر ولا ما يفطر جيل هذا الزمن تجاوز هذه الفتاوى لأنه يعلمها تجاوز هذه الفتاوى وصلت فتوى والله سمعت فتوى رجل من دولة عربية يقول الشطاف تعرفون الشطاف حينما الإنسان يقضي حاجته يقول هذا يفطر إذا دخل الماء لمؤخرة الإنسان أقسم بالله إساءة لدين الله هذه الفتوى هذه إساءة لدين الله إساءة الجيل هذا الزمن لا يقبل إساءات لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لله يرى أن بعض الفتاوى إساءة للدين وبعض الأحاديث إساءة لرسول الله وإساءة للدين وإساءة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فالآن الجيل هذا متفتح فقال لي الشاب قال أنا أولى بالاطمينان لماذا لا أطمين لماذا أريد أن أطمين ودخل علي آخر قال لي قال لي لماذا الله عز وجل اختار النبي صلى الله عليه وسلم نبيا طبعا أنا أملك الإجابات قلت لأن الله عز وجل نظر للأرض وكذا الحديث الموجود والله عز وجل اصطفاه وكذا قال لي لماذا يعني اختاره نبي لماذا اصطفاه قلت لقلبه الله عز وجل نقى قلبه وكذا قال لماذا لم يختارني أنا أنا آسف على هذه الحلقة لكن لا قلت له الله اختار النبي صلى الله عليه وسلم وطهر قلبه غسل قلبه قال لماذا لم يغسل قلبه واختارني أنا شاب صغير قال لماذا لم يختارني أنا هل تستطيع أن تكفر الشاب هو يسأل يطمئن قلبه يجب أن تعينه أسئلة هذا الجيل لا يقوى عليها رجال الدين ما يقوى عليها من تربى على إرث أعوج ما يقوى عليها ينهار لأنه سيصل لمرحلة رجل الدين يقول له أنت تثير الشبهات وأنت هذا كفر يؤديك لكفر نحن علتنا إذا لم نحسن الجواب نقول شبهة إذا ما عندي جواب أنا أقول شبهة أصبحنا الآن إذا جاءني الشاب يريد أن يطمئن قلبه يسأل لي سؤالا دينيا ما أملك جواب أقول له شبهة اتق الله وارجع لدينك لأنه لا أملك جواب فأتهم إيمان الشاب ولا أتهم علبي يا أمة ضحكت منها الأمم تصور إذا جاءني شاب عنده سؤال يريد أن يستبهن الدين أتهمه أنا بدينه شبهة واتق الله ولا أتهم علمي أني ما عندي جواب لا أعلم الملائكة أقرب مننا لله كانت أقرب مننا لله الملائكة ترى الله الملائكة وقالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا نفت عنها العلم إلا ما جاءها من الله نحن لا كل شيء نعلم عمرك شوفت فأين يتجه الخطاب الديني لماذا نحن الآن أنا الآن لو أجلس أتكلم عن الإرث الديني أطرح الإرث الديني على الطاولة لقالوا وسيم يثير الشبهات ولا يقول ولا يقول للناس وسيم ينق الدين من الشبهات ولا يقول وسيم ينق الدين من بعض تراث الأعوج الذي ألسق بنا ألسق بنا يعني أنا مثلاً لما يأتيني الشاب جاءني الشاب يقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم وارد حديث عنه أنه يقول للرجل عض على عض على كذا حديث حديث شاب يسألني أنا شاب ولكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول للشاب لرجل كذا مثلاً والله يقول وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ مَنْ أُصَدِّقِ يقول مَنْ أُصَدِّقِ والله يقول وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَمَنْ أُصَدِّقِ فأين يتجه تجاه الدين الدعوة أين تتجه أنا لما أجلس في أي دولة تحت أي منبر جمعة أنظر ماذا يريد خطيبه الجمعة هل بيننا لص تاب هل بيننا سارق لم يسرق هل بيننا قاطع رحم تألم وذهب ليصر رحم ماذا يريد لما أشاهد حلقة تلفزيونية ما الفائدة التي خرجت منها خطاب الديني صمام أمان الأمة لماذا يكثر الملحدون ليه الإلحاد يكثر في الدول ليه لماذا لأنه يرى يرى ويسمع ما لا يصدق لا يصدق لا يرى ويسمع أمور نستحي أن نقولها على الهواء تنتسب لدين الله ولا يملك من يقولها ويعتقد بصحتها جواب صور أنا أعتقد بصحة شيء تسألني ما عندي جواب ما أعرف بقى ليه تؤمن خلاص أنا أؤمن وجدنا عليه علماءنا فكثرا للحاد الناس تحتاج أجوبة تحتاج توعية فالسؤال الذي يفرض نفسه في زخم الإنترنت تويتر انستجرام ما يوجد معلومة تخفى على هذا الجيل سابقا سابقا كنا لما ندرس في الجامعة أو في حلقات العلم كان دائما الشيخ وش يقولنا وهذا الأمر لا يصلح أمام الناس مثلا مسألة دينية عقيدة كذا عن الله مثلا أذكر أذكر كنا ندرس عقيدة عند أحد المشايخ فقال حديث قال قال عليه الصلاة والسلام إن لله يدان كلتاهما يمين حديث إن لله يدان كلتاهما يمين وذكر أثر عن ابن عباس لما سئله عن العرش والكرسي الله عز وجل يقول وسع كرسيه والرحمن على العرش استوى يعني في عند العرش ليس كالكرسي للعلم العرش الرحمن على العرش استوى ليس كوسع كرسيه لا لا يختلف هذا يختلف عن هذا فأذكر فيه كان درس عقيدة فيقول الشيخ ورد أثر ابن عباس يقول العرش الكرسي موطن قدمي رب العباد والعرش ثم قال ولله يدان كلتهم يمين ورد حديث فأصبح جدل ونقاش شاب يقول يعني مجاز لغة حقيقة اليد تعني القوة لا وربما اليد نثبت لله ولا نقاش يعني نقاش ما بين أشاعر ما بين مذهب أشعري وما بين مذهب يعني نؤمن كما آمن الصحابة فأذكر قال هذا النقاش لا يصلح أمام الناس والعام وكذا الآن ما يوجد هذا الكلمة أصبح تختفي أي شاب الآن يدخل جوجل يبحث على أي مسألة يريده بس يدخل حديث عائشة تقول مثلا أمرت أو كنت أمر بنات إختي وخواتي أن يرضعنا من يحبنا من الرجال حتى يدخل عليه مثلا حديث عند أبي داوز صحاح الألباني الناس كيف ما كيف ما تقبل ما أقبل أنا عندي سمعة عائشة رضي الله تعالى عنها طهر عائشة أعظم مليار مرة من هذا الحديث لا أقبل عائشة مقدمة عندي عن هذا الحديث وإن صحاح الألباني ما أقبل ما أقبل زوجة محمد صلى الله عليه وسلم هذه زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقبل هذا الحديث تأمر خواتها وبنات خواتها يرضعنا من يحبنا من الرجال حتى يدخل عليها ويصحح الألباني ما أقبل محترام الألباني وليا أبي دي ما أقبل ما عقلي أنا كمسلم ما أقبل أنت حر اقبل أنا لكن ما أقبل فمثل هذا الأمر الآن الشاب لا يخف علي يدخل النت أصبح النت كون متسع عالم متسع للناس ما يوجد يستطيع لماذا تقول هذا الكلام شبهة لماذا موجود في النت الشبهة ألا ننق الموروث الديني الآن إحنا في أمام كارثة أمام نحن الآن كارثة وأن لا أريد أن أتعمق في هذا الأمر لأن لو تعمقت الناس ستشك في دينها لكن من أولى أن نحفظ للناس دينها أم ننق الموروث الديني سألني من أولى أحفظ للناس دينها أحفظ للناس دينها وعقيدتها فلهذا أنا أنصح الناس المستمعين الآن أقول لهم لا تعادي مفتي عادي الفتوى لا تعادي المفتي المفتي أنا مثلا لو تربيت على مذهب المام أحمد أقول زيارة المار القبور حرام لا تعاديني هذا ما تربيت عليه مثلا المام أحمد لا تعاديني أبدا لو تربيت على مذهب الإمام أبي حنيفة ومعلوم قصته في المسكر والخمر لا تعاديني أنت ربيت على هذا المذهب لا تعاديني علمت فعادي الفتوى نحن أمة متى نرتقي إذا أصبحنا نتحاور بالأفكار لا بالرجال إحنا وش علتنا الآن في هذه الأمة نتقاتل بأسماء رجال أمنيتي أن نتقاتل بالأفكار أجمل لحظة حينما يأتي شاب يناقش بفكرة أسعد لحظة عندي لما يدخل علي شاب ويناقشني بأفكاره لا قال فلان ولا قال فلان لا تقاتلوا بأسماء الرجال قاتلوا بأفكاركم بعقولكم وإلا هذا الدين سيضيع وأبناؤنا سيضيعون عندنا طامات تلو طامات يعني إحنا مثلا عندنا يعني مثلا يعني أنا أشكر العلماء الذين نقحوا الأحاديث الصحيح والضعيف وكذا عندنا إحنا اللوم أحيانا يأتي مثلا بغض النظر لا تسألني أنا أؤمن أو ما أؤمن الآن لا تسألني أنا أتكلم الآن بعقلانية تحب تسمع بعقل تعالوا عقل ها تحب تسمع بعقل تعالوا عقل وافهم ماذا أقول يعني أنا لما يأتيني مثلا شاب يستهزئ بشيعي اسمع تجرد ابعد عني أنا مسلم ابعد عني سني شيء ابعدني لكن أنا لما أتيني شاب سني يستهزئ بالشيعي أقول له لماذا تستهزئ بالشيعي قال لأنه عندهم في عقيدتهم المهدي المنتظر هو حي لكنه في السرداب ممتاز ويأتي الشيعي يستهزئ بالسني أقول أنت لماذا تستهزئ قال لأنه عندهم في عقيدتهم حديث الجساسة الجساسة أن رجل تميم انقلب به السفينة فوجد رجل حي هذا الدجال مربوط بالقيد وسأله عن نخي البيسان وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أعرفه وهو حي هو نفسنا ترحينا المهدي حي إلى الآن وفي السرداب وهو عندهم الدجال في جزيرة وحي إلى الآن شفت وصلت للفكرة ماذا أريد هذا يحتاج تنقيح وهذا يحتاج تنقيح هذا يحتاج النظر إليه وهذا يحتاج النظر إليه هذا يملك ما تستهزئ به وهذا يملك ما تستهزئ به علمتوا ماذا أريد علمتم يأتي يأتي رجل أنا اليوم سمعت مقطع داعية ديني يقول كالآتي اسمع مني هذه الحلقة لن تسمع مثلها فاسمعها اسمعت اليوم رجل يلقي محاضرة داعية أو ديني يقول تنصر تسعة من المسلمين شو السبب والله العظيم اليوم سمعت اليوم تنصر تسعة من المسلمين أو ستة شو السبب تعرف شو السبب يا محمد شو السبب لعب كرة القدم تابعون كرة القدم كيف قال لأنه لما يحرز اللاعب قول يأتي يعمل هذه صح إشارة الصليب الحين بأخذ المقطع بقوله سيم تنصر المهم يأخذ إشارة الصليب صح فيقول الداعي فتأثر الشاب فأصبح لما يستيقظ من النوم لا شعوريا يده اليوم نتقوم ترفرف وتفعل إشارة الصليب وقال لي الشاب يا شيخ نحن تسعة تنصرنا ودخلنا في النصرانية ويتكلم أمام شباب جم 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 والشباب لماذا صدقوا أنا في أقسم بالله أنهم لم يصدقوا لكن لماذا شفعت له اللحية أنا أستطيع أن أرد يخرج غدا لنا راهب كنيسة ويفتي فتوى لا تتابعوا ليفربول لا تتابعوا ليفربول في الكنيسة ليه ما تتابعوا ليفربول محمد صلاح يما يأتي بهدف يسجد أبناؤنا أصبحوا يسجدون وحدة بوحدة شفت التخلف إلينا وصلنا في الخطاب الديني هذا تخلف ما هو دين هذا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا لصلبهم لما يأتيني خطاب ديني يقول عالم أدخل الإسلام بسبب بيضة كيف أنا أسمع كيف بيضة العنوان جذبني كيف بيضة دخل الإسلام فيأتي الشيخ اللحية وبشت وجاء يقول لأنه باضت دجاجته بيضتين ثم أخذ البيضتين واستبدلها ببيضتين من دجاجة أخرى فلما جاء الديك رأى البيض فعلم أن هذا البيض ليس له فعلم أن دجاجته زنت فقتلها فأسلم العالم والناس لا حوله عقول تصدق هذه القصة لا ترجو منها أن تصدق ما تفكر به لما يأتيني أنا أيضا خطاب مقطع ديني يقول أن رجلا كان يصلي في الصحراء بالله العظيم تسمع أسمع يا خالد أنت بتسافر مصر بر كثير أسمع 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 تسافر مصر بر أنت يقول طب افصل علي يا خالد يبعد قلبي خالد يقول مقطع ديني وصلني يقول أن رجل كبر الله أكبر في الصحراء هذه والله قصة حقيقية موجودة هم ينقلونها يعني ليس القصة حقيقية الذي نقلها داعية يعني شيخ دين يقول الله أكبر بالصحراء لوحده ولا الضالين فيسمع آمين والله العظيم لو صارت معي مثلا في الصحراء لا أصل قطب الشمالي ركض من الخوف شو رأيك هذه القصة يا من قال أمين الجن يا شيخ كانوا يصلون وراه الجن ما عندهم انسي يصلي ماشيين في كوكب زحل واحد يصلون وراه وقالوا آمين والشباب ثم لما انتهى من الصلاة أعطاهم درس قصة هذه موجودة في اليوتيوب هو يقولها فأصبح الناس تمر عليه يقول جزاك الله خير هو ما يشوف الجن يسمع جزاك الله خير يا شيخ كيف أصدق لما أنا يصل لuktع ديني داعية ديني لما يصل لuktع ديني من داعية يقول يقول أن أحد العلماء طبعا القصة كذب لم تثبت عن هذا العالم يعني القصة أنكرها العلماء بس هذا الداعية له أتباع يقول والله أحد العلماء كالما يعطي الدرس يأتي عند العمود يأتي هنا معينت شغال يأتي عند العمود هنا يجلس عند العمود ويسمعوا لي تمتم هذا حلال حرام حلال حرام فلما سألوه قال وش تسوي قال والله أنا يأتي الجن بعد الدرس يسألوني يستفتوني يستفتوني الجن أقولهم حلال حرام طب أنا شاب أسمع هذه القصص وتنكر على شاب إذا ألحد أنا أسأل لا أعتذر للحاد والعيذ بالله لا بس تتعجب لا أقول تكير تتعجب إذا ألحد لما يسمع قصص يعطي للجن تتعجب عندنا في إرثنا خرافات نقلها رجال الدين يا سيدي هذه القصص الآن حصلت في واقعنا في زماننا حن هذه الأنا قلتها لكم شباب اتنصر وبكرة القدم وشاب يقرأ الفاتحة سمع آمين من ورائه الجن يفتل الجن على عمود المسجد هذه حصلت في عصرنا حن في 2019 نسمعها ثم تأتين لقصص قبل ألف سنة نقله ناس ما تريد يصدق مثل هذه القصص ما تريد هنحتاج إلى تنقيح الذي يرفض التنقيح هو الرجل الذي أتمنى يعني أن يكون نقاشا فكريا أن يجتمع العلماء من كافة المعمورة يراجعون مرة أخرى الدين لا أقول دين محمد صلى الله عليه وسلم الموروث الديني محمد أطهر من الخرافات محمد صلى الله عليه وسلم لا أقول خرافات ولا ينطق بالخرفات ولا الخزعبلات محمد صلى الله عليه وسلم لا يسئ لربه ولا يسئ لزوجاته صلى الله عليه وسلم ولا يسئ لدينه عليه الصلاة والسلام من نقلوا الذين جاءوا من بعدهم من قرون لا أقول الصعاب ولا تبعوا من جاءوا من بعدهم أساءوا ونقلوا الخرفات لديننا وأدخلوها في ديننا ونحن نعتقد أنها دين فلهذا الخطاب الديني يحتاج إلى تنقيح إلى غسيل إلى تنقية إعادة غسيل ونشر حتى يتقبله شباب هذه الألفية وإلا سيصطدم هذا الشاب مع الدين سيصطدم هذا الشاب مع الدين أنا عندي فتوى ما حكم السفر للمريخ موجودة حكم السفر للمريخ لا يجوز والله العظيم عندي فتوى موجودة أحد الدول العربية في الإفتاء سئلة ما حكم السفر للمريخ طبعا لا الآن لا سافرنا ولا رحنا قال لا يجوز إذا خلنا نسافر أنت يعني العلماء يبحثون السفر وموارد وكذا ما تدري ما تدري الله عز وجل لشان وماذا يعطين إن استطعتم أن تنفذ من أقطار السماوات والأرض نعم أقطار أقطار السماوات إحنا ما زلنا في السماء الدنيا الله يتكلم عن سماوات أقطار السماوات يتكلم عن سماوات ثانية ثالثة ما بعد الثقب الأسود وغيره مثلا فربما يأتي إذا ما نصل من الريخ فشوف فتوى الاستعجال حرام مثل أذكر فتوى طفل الأنبيب كثير من مشايخ بعض المشايخ حرم طفل الأنبيب بقي العقيم عقيم ولم يرى ولده وانحرم من الولد لأنه عنده فتوى طفل الأنبيب حرام ما يجوز حرموه من الولد بالفتوى حتى بعض العلماء وعدلوا وتراجعوا وقالوا نعم يجوز حرموا رجل عقيم أو ضعيف جنسيا من الولد بفتوى وهو صدق أنا لا ألم الشيخ الذي أفتب الحرام أقول لمن حرم نفسه من الولد تستاهل أنت تستاهل لكن ما شغلت مخك ترى البويضة من زوجتك والحيوان المنوي منك لكن ظروف الإخصاب خارج الرحم ثم يرجع للرحم وين الحرام وين الحرام أنت خايف على سلالتك الدخلون الحيوان المنوي الثاني إذا كانوا أمناء وكانت الطبيبة أمينة والأمين فمئة بالمئة ذهب فأنت حرامت نفسك فتوى الرجل أنت تستاهل أنت تستاهل يعني اليوم وصلني مقطع شيخ دين كان يرقى المنابر دائما يدعو للجهاد طازة المقطع طازة شوف السخرية أقسم بالله العظيم أقسم بالله يا شباب الأمة سيأتي زمان تلعنون وأنا ضد اللعن لكن ستلعنون كل من حرمكم من الحياة أذكر شيخ دين من دولة خليجية كان دائما يصعد المنابر القدس القدس والمسلسلات حرام والمسلسلات حرام ولا تتابع المسلسلات والصاقطات الفنانات قبل مدة سووا مع لقاء قالوا تتابع مسلسلات شيخ قال نعم تتابع شو أحنا مسلسلات قال درب الزلق وأحب الفنان فلان ويطقن اللهجة زين أنت وانت شاب حرمت من كان في جيلك لما كبرت أصبحت التابع زين وش اللي تتحول حلال والحرام ترى المسلسل فيه نساء يكشفن شعر متبرجات منظرك أنت منظر أنت كنت تقول متبرج وش اللي تغير أنا أود أن أرى الرجل والشاب الذي في عصره كان يجلس عند المحراب عند المنبر على ركبتي يستمع لهذا الداعية أريد والله أن أراه أتمنى أن أرى الجيل الذي تربى عليدي هذا الشيخ تفضلوا كان أقول لكم مسلسلات حرام شوفوا الآن تابع مسلسل ويقول لك إيه واتابع مسلسل شوف هذا لا أنا أتصور حتى وهو كان يقول حرام كان يتابع من وراء لا وراء لهذا أنا الآن أقولها أنا بأعظم راحة نفسية والله العظيم يا شباب أنا الآن أعلى وأجمل راحة نفسية نحن زمان كنا نتبنى فتاوة لا نستطيع أن نعمل بها تربينا على النفاق موسيقى حرام ويستمعون موسيقى الأغاني التلفزيون ما عرف إيه كل حياتنا جوال كلها موسيقى الاختلاط حرام ونروح الجمعية وندرس بالجامعات وكذا ونروح بالطائرة ومطار كل اختلاط وما عرف إيه أليس كذلك الآن ارتحت نفسيا لما تبنيت أفكار وفتاوى لعلماء سابقين تناسب وضعنا الحالي تناسب وضعنا الحالي وحياتنا الحالية فكثير من الأمور الآن لو عرضها عليكم ستضحكون تضحكون هذا الموروث الديني الذي الآن تناقل ثم نحن نحتاج فجأة تأتي تصدم الناس برجال ديني تقول ترى كانوا يقصون عليكم كانوا يكذبون عليكم سيزضمون ويدافعون عنهم للبسالة فهم يرونهم ملائكة لا تلم لا تلم من يرى الدعاء ملائكة لأنه يرى نفسه شيطان يرى نفسه شيطان فيرى كل من يقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملائكة كلنا بشر منا شيطان ومنا بشر ومنا محسن ومنا ظالم لنفسه ومنا مقتصد الخطاب الديني لا يحتاج لوصاية يحتاج لي عقل أعطني خطاب ديني يناسب عقلي الذي كف الله عز وجل أعطاني إياه ليتقبل شرعة ثم تعال إرقى المنابر عندنا مصيبة في موروثنا الديني طولت عليكم معنى التصالات أتمنى أن تكونوا صلاة الرسالة وأتمنى من قلبي أن يعقل الشاب أنا لا أستهدف جيل تلوث بالصحوة ولا أستهدف جيل تلوث بالظلاميين ولا بالمتشددين أنا أستهدف جيل لم يأتي لبعد جيل لم يأتي بعد وربما الآن موجود لكنه يتربى الآن على خطاب ديني لهذا هذا الذي أستهدفه مرحبا أهلا وسهلا بالعقلاء في برنامجكم من راحي التليمات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مرحبا شيخ وسيم ألو أم من؟ أنا أم فيصل من دبي مقولي أم فيصل شكرا أول شيء أريد أشكرك على أسلوبك الجميل والراقي واللي هو حقيقة يعني هو اللي بيشدنا للبرنامج مالتك وتقول تخابر يعني وأنت اللي أقلتنا الله يسمي كل شيء خواية الله يسمي على الأسلوب الحلو عندي طلب وعندي سؤال نعم قولي السؤال السؤال أول واحد سؤال واحد هو أريد أعرف أني في حديث بس أنا لم أتأكد من الصحة قولي قولي بس أنا أعتقد يعني ربنا ما يخلق شيء ويقول اقتلوه وتحثون عليه حسنا الوزر طيطار من رأى منكم النبي صلى الله عليه وسلم من قتله للوهلة الأولى له مئة حسنة صح؟ وفي الثانية دون ذلك هذا الطيطار بريعصي صح أنا أكره وأضوج من عنده بس أنا أقول ما معقولة ربنا يخلق شيء ويقول اقتلوه وأخذوه علي حسنات زين هل أنا مقتنعة زين ممتاز ممتاز حقك حقك أنا أنت على فكرة حقك تقولي أنا مو مقتنعة بالحديث بس أنا حقي أنا أشرح لك بالضبط زين العقرب الله خلقه نعم ونقتله الأفعى الله خلقه ونقتله صح؟ صح استدلالك خطأ وهو ضار ويضر استدلالك خطأ وين دلالة الشك؟ لا أنا الشك أنه يعني ربنا خلقهم والله خلق العقارب والأفاعي وين المشكلة؟ صحية بس لا يعني قتلهم لا أنا لو أكتل عقرب أخذ حسنا الحين لأنه صرفت الشرع عن الناس الحين لو أنا في الستوديو وشفت عقرب وقتلته شوكة في حديث الرجل قال صلى الله عليه وسلم أخر شوكة أدخله الله الجنة ليه؟ خشي أن تؤذي المسلمين من بعده وشوكة فهي العبرة حتى ما يضر وللضرر كل ضرر يزال فما هو استدلال اختي اقتنعتي؟ اقتنعت والله بالأقرب والهذا بس أنا قذي هو هذا أبو بريس اللي كنا نضوج من عندك هو هذا شنو؟ مؤذي؟ يا أختي هو مؤذي هو الله حق مؤذي والضرره كبير لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بقتله صلى الله عليه وسلم وكان يتخذ ساهم ويقتله صلى الله عليه وسلم ما يخالف العقل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بقتل الأفعة وإحنا بصلي أوصى بقتله صلى الله عليه وسلم فيه أشياء مؤذية المؤذي دائما يقتل صحيح فاقتنعت اقتنعت صح مية بالمية لأنه أنا فكرت بس هو هذا العقرب وكذا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن قتل النحل النمل الهدهد هذا الأمور اللي ما تأذي نهانا صلى الله عليه وسلم علمتي؟ لكن النمل لو دخل بيتي وآذاني أجاز الإسلام لي قتله العبرة بالأذى لكن طالما هو في عالمه يعني أنا الحين بس أليك سؤال اسمعي لو أنا مثلا قلتلك أنا مسافر أدغال إفريقيا بتقول لي يا وسيم أريد أكتل وزغ كله البريعصي أريد أكتله وجمع حسنات ودخل الجنة شو بتقولي عني؟ بجنون صح؟ العبرة إذا دخل بيتي دخل بيتي آذاني أكتله علمتي آذاني دخل عالمي أنت لو دخلت عالم البحار أسماك القرش يأكلونك صح؟ لو دخلت عالم الأفعي يلدغونك كل واحد له عالم هو دخل عالم يقتل عرفتي؟ صحيح صحيح أي قناعتني كل الشهواية شكرا كل الشهواية لأنه أنا فكرت بس لأنه في دائما يقولوني بس هو هذا واحد يقتل لا يأخذ علي حسنات فدائما أقول يعني غريب أنه ليش بس هو أنا الموم اقتنعتي أنا أريدك تتتعنعي ديني على فكر أيوا دين ما هو ضد العقل والله العظيم ديننا كله عقل نعم آه والله ما هو من عندك دا نتعلم العقل الله يسأل طب ما قلنا نقدر نسأل هاي الأسئلة لا اسأل يخذ راحت السؤال ما يكفر ما في سؤال غبي ولا سؤال كافر الجواب يا يكفرك يا يطلع غبي بس صحيح صحيح دائما يدخلوك بال يعني مثلا واحد يريد يتجوج أو يفالح أو هذا أريد أعرف وراها إذا إذا صار النصيب ولا لا يصير نشفع كثير وناس تزوجوا وناس الحمد لله رجعناهم لأزواجهم وفي رجال رجعوا لأمهاتهم يصير الحمد لله لأنه دائما أنت تتوسط فنسمع نسمع الطلب لأنه أمر خاص أمر خاص ما أحب أطلع على الهواء لكن في مرة أطلع كنت تقول يابا يابا إذا بس أريد نعرف إن شاء الله إذا المات البرحة صار خير إن شاء الله إن شاء الله هذا أنا وكل شهوة باك اليوم ويعلوش انطيتك انطيتك انت وقت الهواء عندنا السئل عندنا فاصل نرجع إليك نعم أوكي أفضل خط العلم والإيمان والإيمان شو آآ أوكي أوكي ما عندي مشكلة نعم نهلة من السعودية تفضلي يا نهلة السلام عليكم وعليك السلام قولي يا نهلة موريني عند سؤال إليك باختصار لما كنت بالمدرسي جمعت مبالغ من الطلاب هي مبالغ بسيطة طبعا وقلت لما يصير مبلغ معقول حاطيا لعيلة أيتام فلما طرت سترة نسيت الموضوع وبس شفت المبلغ نسيانته ترامن ففكرت إليه وصرفته وصرفته وبعد كم شهر تذكرت أنه أنا كنت لم ما صار إليه إذن رجعي رجعي الفلوس المشكلة أنه ما بعرف في العائلة وإن طلعت من البلد وهذه الحكة سيغلسني فما بعرف فينهم ما تعرفينهم أبدا لا أبدا ولا لك القدرة على الرجوع وناسي أبدا تماما نسيان كيف يرجع أنه أرجع البلد حتى لو رجعك ما ممكن يعني حتى هني ممكن طالعا من منطقهم آه أنت من سوريا آه أو أنت أخذتي مال توصل إلى أيتام بعائلة فقيرة ثم أنت طلعت ونسيتي آه وأنت الآن ما تقدر ترجع بلادك لا صعب حتى لو رجعك صعب أني لأيهم آه وما تعرفيهم ولا تعرفي شيء عنهم ولا أي شيء في الدين لا أبدا وما تعرف أسماءهم ولا أين ذهبوا أبدا بعرف أسماءهم بعرف اسم وحدي منهم بس ما بعرف أرقام ولا أرقام ولا تواصل لا إذن تصدقي بهذا المال عنهم لأسرة فقيرة لأيتام كذا عسى الله عز وجل أن يتقبل إن كان المبلغ كبيرا يعني كبيرا تقوم به العيش مثلا كبيرا لابد أن يرد وأن تبحثين عنه أما ذلك المبلغ زهيدا زهيدا فتصدقي عنهم فإن صادف الزمان أن تلتقي بهم أعطيهم مرة أخرى ويكون لك أجر إن شاء الله نعم السؤال الثاني وقام باختصار عن سلة رحم أما الإنسان بيكون قاطع بيكون قاطع إذا قطع ما معنى القطع يعني من هو قاطع الرحم هو الذي لا يصل ولا يطمئن ولا يتواصل ولا يتصل هذا هو القاطع بس يعني هي العادي حتى تعالي بعيدة إذا ما زارني ما أزوره لا لا بس أنه ما في تواصل حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المكافئ بالواصل يعني صلني بوصلك إنما الواصل من إن قطع وصل علمتي والله يعلم أسأل الله لي ولكم توفيقة والسداد نلتق غدا بإذن الله بحلقة جديدة فاض ذكر الله أكبر فانتشى قلبي وكبر سابحا في ظل مولاه يسبحه ويشكر من رحيق العلم والإيمان يهتدي الحيران للفرقاء كي يعيش العمر باطمئنان من رحيق العلم والإيمان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة